أهلاً فيكم برج الميزان في قناتي رح نشوف توقعاتك العاطفية طبعاً طاقات القراءة مفتوحة يعني ممكن تنطبق عليك القراءة فترة أطول من أسبوعين ممكن من أسبوعين إلى شهر أو حتى أكثر فالوضع بيختلف من شخص إلى آخر ولكن اليوم رح نشوف توقعاتك العاطفية القراءة عامة يعني مش رح تنطبق علي الجميع ولكن في ممكن يكون بالفيديو رسالة أو إشي معين أنت ممكن تحس إنه طاقته بتشابهك فاخد من الفيديو الإشي اللي تحسها إيجابية أو بتختمك وترك الإشياء الباقية لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر رح نشوف طاقتك طاقتك الحالية طاقة الحبيب الحالية أيضا وشو ممكن يكون سبب الخلافات أو النزاعات بينكم بالوقت الحالي سبب المشاكل الانفصال هيك يعني ورح نشوف خطواتكم في المستقبل أنت والحبيب وأيضا شو مصير العلاقة بينكم في المستقبل طيب رح نبلش أول إشي بطاقتك يا برج الميزان مغلق عليها أو مش عم مش عم تحكي فيها لأنه عم شوفك رافض الحب ولكن بنفس الوقت عم تستنى رسالة أو خبر معين من شخص شخص أنت بتعتبره أو بتعتبره رفيق درب عم شوف البعض منكم عم تراقب هالشخص من بعيد أو على السوشال ميديا عم شوف أنه بدك بدك تتقدم مع هالشخص أو بدك علاقتك مع هالشخص تتطور ولكن بنفس الوقت البعض منكم شاكن وممكن هالشخص يكون فيه معه أطراف أخرى أو موجود معه شخص آخر أو هو بعلاقة أخرى هون والبعض منكم عم يقرر أنه فقط تلتزم بالصمت حاليا أو ما تحكي أو ما تعبر ولكن هم شوفك عم تحلم بيهالشخص كتير أو عم تسرح بيهالشخص كتير طيب هاي بالنسبة للبعض منكم للبعض منكم ممكن أنت تكون محدود أمام اختيار حاليا بين شخصين أو بين بين طريقين معينين بحياتك حياتك في البعض منكم عم يحاول يوصل إلى استنتاج أنه هل تضل مع هالشخص بالمرحلة اللي أنت فيها حاليا أو تتقدم إلى الآن لأنه هالكارت أيضا يحكي عن عن اختيار معين أو أنك تحتاج تختار اختيار معين طيب بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك حاليا عم شوف عم شوف فيه كتير من الأمور المغلوطة بطاقة هالشخص ممكن يكون عالق بأفكار ومعتقدات وأوهام غير حقيقية لأنه لسبب ما هالشخص عم يشوف أنه هو مظلوم سواء كان بالتواصل معك أو بالعلاقة تبعتكم أو بشكل عام هالشخص بيشوف أنه انظلم من نوع بإشي معين عم يحس أنه فيه حدا انغدر منه وعالق حاليا أو ممكن يكون الحكي مش صحيح لأنه هالكرت أيضا مع هالكرت وهالكرت بيحكي لي أنه أنه هالشخص ممكن يكون أغلب الأفكار هاي هي فقط في مخيلته يعني أنت عم تتعامل مع شخص فيه عنده بارانوية عالية أو فيه عنده توتر وفيه عنده قلق وفيه عنده خوف دائما فيه عنده مشكلة بالثقة بالناس دائما بيحس أنه الأشخاص اللي حواليه ممكن تجرحه بطريقة معينة أو دائما بيحس أنه برغم أنه ممكن تكون الأمور صحيحة أو لا أو الإشي اللي عم بيحس فيها حاليا ممكن تكون صارت أو لا إلا أنه هالشخص بالنسبة لإله بيعتبرها حقيقية يعني هو مش تمثيل بيعتبرها حقيقية لأنه عنده يعني هالشخص عم يحس بيوجع هالإشي يعني ممكن يكون فيه مخيلته ولكن بالنسبة لإله بيشوف أنه أغلب هالأوهام حقيقة بالنسبة لإله وبيحس بيوجعها وعم يمر بتغيرات هالشخص حاليا بشخصيته همشوف أيضا أنه ما بين البدايات الجديدة بالحب وما بين شخص بيحياته بيعتبره فيه كتير أفكار مغلوطة بتحتاج إلى التوضيح ولكن مش عم يصير فيها توضيح لأنه الطرفين بيها العلاقة مش عم يحكوا مع بعض كل طرف داير ظهروا إلى الشخص الآخر فما بين إنه يمضي ببداية جديدة وبين الحب اللي عم يحس فيه حاليا أو شخص بيعتبره سهول ميت هالشخص عم يحس إنه إنه مظلم النوع ما ممكن يكون حاليا مش عم يفكر بطريقة صحيحة طيب بالنسبة ل شو ممكن يكون سبب المشاكل بينكم أو سبب الخلافات بينكم عم شوف عم شوف فيه طاقة متهورة بينكم فيه طرف رافض الحب هالكرت هو نفس هالكرت فممكن تكون إنه هالطرف اللي عم ترفض إنك تقبل من هالشخص عرض حب أو تسمح للتواصل بينكم أو المشاعر بينكم إنها تكبر لأنه فيه هون الطاقة المشتركة بينكم فيه زعل فمبين إنه لا أنت مرتاح وأيضا الشريك مش مرتاح فيه طاقة أيضا بينكم متهورة أو سريعة بمعنى إنه ممكن التواصل بينكم يصير بسرعة وينتهي بسرعة أو دائما أنت وهالشخص بتفوتوا على حياة بعض بطريقة غير متوقعة أو بطريقة الشخص الآخر ما بيتوقعها فبتسبب نوع من اللخبطة أو التشوش همشوف أيضا إنه إن البعض منكم أن البعض منكم أنت وهالشخص فيه فرق بالسن عمشوفون فيه شخص أكبر من الشخص الآخر وفيه طرف عم يحاول إنه يستخدم طاقة الجذب بها العلاقة إنه يجذب الطرف الآخر وممكن يتطرق إلى أساليب ومش كتير منيحة لأنه هالكرتين مع بعض التلات ركوت مع بعض بيورجوا إنه فيه شخص بده بده يكون هو القوي أو هو اللي يحمل مصدر القوة بالعلاقة ولكن ممكن تكون بطرق يعني مش نظيفة أو بالأصح أو يعني هالكرت مع هالكرت فيه مثل الهوس بالسلطة أو بالسيطرة أو فيه شخص ما عنده أي استعداد إنه يتنازل بها العلاقة أو يكسر الشخصية اللي هو بانيها لحاله ولكن من جوه عم شوف إنه برضو مش مرتاح هالشخص سواء كان أنت اللي عم تساوي هطئن اللي هي الطاقة تبعتك أو هالشخص ولكن بما إنه مشتركة فمبين إنه أنت و هالشخص وكأنه ند بند حاليا أنتو وكأنه في بينكم مثل مش حرب ولكن في بينكم مثل النزاع اللي عم تتواجهوا أنت وهو فيه ند بند ولكن النتيجة بالآخر هي يعني خسارتكم هون لأنه هاد عم يستخدم جميع القوات اللي عنده الكويسة واللي مش كويسة لأنه عندك وأيضا هاد الطرف عم يستخدم جميع المعرفة تبعته الكويسة والمش كويسة فهذا هو سبب أو واحد من الأسباب اللي عم تأدي إلى خلافات بينكم بالعلاقة سوري حبابي أضعت الكاميرا معي خلينا نشوف توقعاتك أو خطواتك في المستقبل نشوف برج الميزان بالمستقبل أنت عم تدور على أشخاص بيشابهك بالشخصية أو عم تدور على شخص معين يكون يشابهك بالشخصية نشوف الحب في تركيز لقيله بالمستقبل ولكن أيضا مركز كتير على وضعك المادي وممكن أيضا المستقبل وضعك المادي يكون مسبب لك نوع من التوتر لأنه عم تشوفك عم تشتغل على مشروع معين أو شي معين عم ياخد منك مجهود كتير عالي ولكن عم تحس أنه الحمل زاد عليك بالمستقبل ممكن أيضا البعض منكم عم يركز على وضعه المادي بالمستقبل لأنه يشوف أنه مهم من أجل علاقة كون ناجحة بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه أو حتى أي شخص جديد عم شوفك عم تطمح عم تدور على الاستقرار المادي أكتر وأيضا عم تدور على أشخاص بيشابهوك بالشخصية أو عم تدور على مجموعة أشخاص تحس معهم أنه 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 بتفهمهم وهم بيفهموك أيضا عم شوف ولكن أكتر إشي الأوراق اللي إجت عندك بيه المستقبل أغلبها أوراق مادية ممكن أيضا يكون في عندك أو تحس أنه الحمل زاد عليك لأنه تحس عم تحس أنه شخص آخر ما في ما في تعاون من طرفه أو عم تحس أنه أنت اللي عم تحط أغلبية المجهود بالعلاقة اللي أنت فيها وبالنسبة لخطوات الحبيب أو الشريك في المستقبل عم شوف عم شوف هالشخص ممكن يكون عاطفي أكتر منك أو ممكن يكون من النوع اللي بيحل بيحل مشاكله بطريقة عاطفية أكتر أو بيستخدم العاطفة أكتر بيحل مشاكله عم شوف عم شوف هالشخص بالمستقبل في عنده ارتراف أو حكي معين بده يحكيه لإلك ولكن عم شوفه أيضا في شخص عندك بيئة المستقبل أو هالشخص بيئة المستقبل التواصل بينكم إذا فيه تواصل رح يكون مش صادق أو فيه تناقض شوي لأنه هالشخص عم شوفه كتير مشوش وعالق بين شخصيتين أو بين وضعين ولسبب ما عم يحس أنه هو مربط أو عم يحس أنه بده يظهر الطفل الداخلي بالعلاقة أو بده العلاقة تكون عفوية معك ولكن بنفس الوقت عم شوف أنه باني أسوار كتير حوله هالشخص وفيه سيوف كتير حوله والسبب الرئيسي بالحالة اللي هو فيها أنه هاي شخص عاطفي كتير عم شوف أنه بالمستقبل بده يتعلم يوازن بين المنطقية وبين العواطف لأنه ممكن يكون برج مائي أو برج ناري لأنه عم شوف شخص متهور أو شخص متقلب بالأصح ممكن يكون يعني مش متهور باتخاذ قراراته ولكن ممكن يكون متقلب المزاج أكتر بالنسبة لتعقدكم في المستقبل عم شوف هون فيه شخص عم يفكر بالرحيل من هالعلاقة بالمستقبل أو فيه بينكم لأنه طاقة مشتركة البعض منكم ممكن يفكر أنه يعخذ وقت مستقطع بالعلاقة من أجل أنه كل طرف يشتغل على حاله وأيضا كل طرف يستشفي هون لأنه عم شوف بالمستقبل أنت بحاجة إلى إلى فترة نقاها من هالعلاقة أو إلى مساحة أكبر بينكم لحتى أنت تحل أمورك الشخصية وأيضا هالشخص يحل أموره الشخصية عم شوف أنه التواصل بينك وبين هالشخص أو بينك وبين هالشخص عم تحسوا أنه فيه حمل عليكم بالمستقبل وبحاجة أنكم تاخدوا وقت مستقطع تاخد أنت وهو وقت مستقطع عم شوف ولكن الانفصال بينك وبين هالشخص رح يسبب خيبة أمل للبعض منكم لأنه في بينكم بتحسوا أنه التواصل بينكم قوي ممكن أيضا يكون فيه طرف معتمد على الطرف الآخر أكتر أو عاطفيا معتمد على الشخص الآخر أو الطرف الآخر أكتر فممكن يكون فيه عندكم مشكلة بأنه الطرفين يكونوا معتمدين على حالهم بهالتواصل يعني فيه شخص كتير معتمد على الطرف الآخر يعني عم شوف فيه شخص مستقل أكتر وفيه شخص بيحتاج الطرف الآخر أكتر طيب بنا نشوف آآ شو ممكن يكون فيه رسائل من الحبيب اللي بده يوجهها لإلك هالشخص طيب خلينا نشوف شو الرسائل اللي هالشخص بده يحكيها لإلك أو ممكن يكون فيه عنده صعوبة بإنه يحكيها لإلك فهالشخص فيه عنده تشوش بمشاعره أو فيه عنده صعوبة بالتعبير بشو هو بيحس تجاهك أو تجاه هالعلاقة أو تجاه التواصل فالتواصل عم يسبب له نوع من التشوش فهالشخص بهالفترة بيحس أنه بيحتاج إلى فقط بيحتاج منك أنك ترسله طاقة إيجابية أو تدعي لها الشخص لأنه مبين أنه الأمور اللي هو عم يحاول يحلها ويشتغل عليها أمور خاصة فيه فهالشخص إذا في بينكم سوش الميديا عم يراقبك فيها أو حتى بالحياة الحقيقية كلا الحالتين هالشخص عم عم يتابع أخبارك فهالشخص ممكن يكون جرحك بالماضي وبدو يحكي لك أنه يتأسف من أي وجع أنت عم تختبره حاليا سواء كان منه أو سواء كان من أشخاص قديمة في حياتك فهالشخص عم يخطط لإشي معين وبيحتاج بيتطلب منه وقت أو بيحتاج منك أنه يكون في عندك صبر لأنه في خطة برأسه أو فيه إشي عم يخطط لإله هالشخص ولكن ممكن لسه عم يشتغل عليه حاليا أو لسه عم يحاول أنه يحبك الخطة أو ممكن إذا أنتم مش عم تتواصلوا ممكن هالشخص يكون عم يخطط مشان هيك عم يراقبك بالسوش الميديا عم يخطط إنه يتواصل معك طيب آخر إشي بنا نسحب كروت للنصيحة حتى نشوف كيف ممكن تستخدم أنت من الوضع فبالنسبة لها موليد برج الميزان في أنت مع هالشخص كان في وضع كتير مترك أو كنت متلخبط بشأن موضوع معين مع هالشخص ولكن في المستقبل رح تتوضح لإلك بعض الأمور في حقيقة رح تكشف لإلك بشأن هالشخص وضيختلف من شخص آخر شو رح تكون نوعية هالحقيقة ولكن في حقيقة رح تظهر بحيات هالشخص أنت رح تكتشفها أو رح تسمع فيها أو رح تعرفها سواء من هالشخص أو من أشخاص أخرى وبالمستقبل إذا أنت نحطيت أمام أمام وضع بتحتاج أنك تختار فيه أو أمام طريقين لأنه هون هالكرت بيحكي لك أنه فيه أمور مع هالشخص أو بهالعلاقة أنت كنت عم بتحطها على الجنب أو عم تتجنب أنك تتعامل معها ولكن رح تنحط بوضع أنه لابد من أنك تختار قرار بهالتواصل أو مع هالشخص فبدأت تطلب المساعدة من الله لحتى يرشدك باتخاذ القرار الصحيح أيضا البعض منكم فيه تغيير رح يصير تغيير بوضع إيجابي والبعض منكم اللي كان عم يدعي بشأنها الشخص أو بشأنها التواصل والعلاقة مع بعض فيه تقدم رح يصير سواء كان مع هالشخص أو سواء للبعض منكم اللي رح يقرر يترك هالشخص من أجل علاقة جديدة أو من أجل طريق جديد ولكن بدك توثق بخطواتك أو باختياراتك بالمستقل حبابي برج الميزان أتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو